كشفت تسريبات جديدة عن مراسلات بين السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة وعوزي روبين وهو جنرال إسرائيلي سابق وقائد نظام القبة الحديدية الإسرائيلية خلال الحرب على غزة ما يوضح متانة العلاقة بين الإمارات وإسرائيل وكشفت تسريبات عن مراسلات سبقتها بين العتيبة وروبرت ساتلوف المدير التنفيذي لمعهد واشنطن المؤيد لإسرائيل وفيها يقترح الأخير عقد لقاء بين العتيبة وعوزي ربئينا وتضمنت المراسلات تقييما لأضرار الحرب على غزة عام 2012 وقد جاءت الاتصالات بين الطرفين بعد شهر من الحرب وكان روبين قد زار واشنطن للمشاركة في أحد المنتديات وشد بنجاح نظام صواريخ القبة الحديدية المضاد للصواريخ الذي استخدمته إسرائيل لاعتراض صواريخ المقاومة في غزة وكتب روبرت ساتلوف إلى العتيبة قائلا أن هناك عرضا مقنعا حول إمكانية تطبيق نظام صواريخ القبة الحديدية في دول الخليج لمواجهة الصواريخ الإيرانية واقترح ساتلوف أن يسمح العتيبة بنفسه أن يسمع بنفسه من روبين وأرد العتيبة بأنه لم يلتقي روبين لكنه مهتم بالاستماع بنفسه بشأن نظام القبة الحديدية وأدائها خلال الحرب على غزة وقد رسل العتيبة عوزي روبين بشكل مباشر قائلا دعنا نلتقي المرة القادمة في واشنطن فرد روبين لقد عدت فعلا إلى إسرائيل ربما في المرة القادمة